حصل انه قريب الايام اللي فاتت نزل فيديو لدخولك مكان هي كانت فيه الفيديو كان ترندينج ان الناس كلها بتركز هي بصت ازاي لما عودي دخل لا احنا ما تقابلناش اه لا لا ما تقابلناش خالص انا مشيت غالبا لما حتك لا 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 ما حصلش الفيديو مش حقيقي لا لا كل ده مش حقيقي لا 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 ما حصلش متقابلناش اصلا انحنا ما تقابلناش مش قصدي على خروج اسرار بيونة أو حاجة خاصة أو كلام ده بس هو سؤال بديهي إيه اللي يخلي حب بالقوة والصدق والعمق ده ينتهي ليه ينتهي لا فيه فرق من الزواج ينتهي فرق من الحب ينتهي فيش حاجة اسمها كده ولا تنصوا الفضل بينكم ده أنا لسه بقولك يا الحب الحقيقي في حياتي تمام لكن تهائز زواج ده مش فرائق يا عوضي ماشي مع مواضيع ده 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 تبقى أقدار ده تبقى أقدار لكن ده لا يعني أن هي تظل الأهم في حياتي هي علاقة ده ده دمدخلين كل في بعض عشان إحنا من وإحنا صغيرين تعلمنا إن الناس لما بيحبوا بعض بيتجاوزوا لما بيتجاوزوا الحب بيعيش للأبد أو بيتطلقوا فبيبقى الحب انتهى وبيتجاوزوا ناس تانية وبيعيشوا حياة تانية ده بيبقى اسمهم نصيب ده نصيب لكن احنا انفصلنا زي ما انت بتقولي كاميراكي على قد احترم الناس لنا على قد احترمنا لنفسنا واحترم الناس لنا الناس تشوف منك الحلو تشوف منك السعادة فتبقى قضوة فان انت بتصدر طاقة حلو لما باج امشي من حد بحبه بالشكل ده بقول لنفسي ايه عشان اعرف امشي وانا قوية كده ومسك نفسي ان كل حاجة قضاء وقدر يعني مش 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 محدش فينا اقصر في حاجة تاني محدش فينا كان وحش مع التاني لا احسبش كده يعني انا السؤال اللي عمال احاول اقوله مش خسارة انا ازاي بقولك ده ببقى قضاء وقدر ده ببقى قضاء وقدر تمام وان هتضلك بيتكوسين لما سألتيني في بداية الحب تريدك هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي تفهمها دي مش بقلل من اي حد دخل حياتي لا 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 كل دخل حياتي انا بحترمو ازاي اصلا ممكن حد تاني يدخل حياتك وانت بتقولك اذا كده عشان انا بقول الحقيقة انا بقول الحقيقة انا وأنا عودة جمل الكلام لا طبعا لا طبعا انا بقولك ده لا يقللش حتちゃ من اي حد دخل حياتي لا انا ما قلتش حاجة تسيق الى احد قلقتك الحقيقة الحب الحقيقي في حياتي هل معنا كان هو حب مزيف الي بقى ده لا لا ما قلتش كده تمام بس ده حب انا حسيته من جواي يعني اوه كل حبي بيبقى صادق كل تجربة بتبقى حقيقية وشوفت منها اجدع الحاجات واحسن الحاجات وافضل الحاجات هي معروفة بالجدعانة طبعا فشيكا بقولك ده انا لا ده هي تظل بالنسبالي حاجة كبيرة جدا في حياتي عمالك